اشتركوا في القناة هل هاني العتال ما زال نائبا لرئيس نادي الزمالك ولا اللي احنا بنشوفه الناس اللي اخبطت مش عارفة الصحق فين والحقيقة فين وظهور برنامج يومي لمرتضى منصور ملاك بيخلط بيه الحقائق جعل الناس في شوشرة فهل هاني العتال ما زال نائب لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المؤكد انه هو لذال نائبا لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالرغم من الانتخابات اللي تمت لسببين فضل يا فضل سبب الاولاني لازم نرجعنا بانه انا قلت لحضرتك انه رغم انه كان بيتكلم على نهائية ونفاذ قرار لجنة التظلمات وعدم جواز الطعن عليه وطعن انا حدي لحضاك السيناريو الاولاني ماذا لو انه قال والله انا احترم اللي حالانا حطتها ومش حروح ولا هطعم قدام اي جهة من الجهات كان هاني العتال من يوم 13 لحد يوم 23 وعشرين نستريح بانه يعمل الدعاية الكافية يبقى عدد اللي 24 الف صوت كان حيزيد ويدرم تمام ده ما قبل الانتخابات ما قبل الانتخابات لكن اللي حصل انه هو طعن طيب لما احنا قلنا ان الحكم اللي صدر في الطعن بتاعه في الدعا و 94 و اصبح خلاص مالوش حق ان يطعم في اي حتة تانية رجعنا اليوم 14 حداشر فهاني العتال كعضو نادي قبل ما يخش الانتخابات في 23 و 24 عضويته صحيحة هو أسرته طيب دخل على 23 وانتخب يبقى عضوية صحيحة ونيابة في مجلس الادارة صحيحة ليه لانه الجامعية ما حدش طعن عليها بالبطلاء تمام فالده تحصن لعدم الطعن عليه قدام اي محكمة تانية اللي هو بتاعه 13 حداشر وانتخابه كعضو مجلس الادارة لم يطعن عليه لا من نادي الزمالك ولا من غير نادي الزمالك تمام فبقى اذا عضويته طب وماذا عن الدعوة الدعوة دي اقيمت على اساس طعن على ان العقادة للمجلس الادارة باطل العقادة الجامعية العمومية باطل ليه هو احنا قلنا البطلان لسبب ايه مش لسبب واحد اول سبب انه ما يجوش ان لايحة صغيرة تخالف قانون كبير فالقانون المصري في المادة 15 بيقول ان الجامعية العمومية في اي هيئة رياضية ايا كان النادي ايا كان الاتحاد حتى اللجنة الولمبية تتكون من الاعضاء العاملين كلام ده كان موجود في لايحة 2017 بتاعة نادي الزمالك تمام هو قال لا وكمان التابعين ايه الفرق بين العضوية العاملة والعضوية التابعة العضو العامل له جميع الحقوق وعليه جميع الارتزامات تمام العضو التابع يمارس جميع الانشطة بس ممقوص منه حاجة واحدة بس حق حضور الجامعية العمومية والتصويت والتصويت طبعا في الانتخابات فهل يجود لليحة هي ادنى درجة انها تخالف حكم قانوني يبقى اذا ده قرار اللي صدر بالليحة منعدم في الاساس تاباطلي منعدم الباطل ده يمكن ان المحكمة تقول باطل لا لكن المعدم لا يقيدك ولكنه موجود فالجمعية العمومية في اساسها منعدمة طب ما هو اثر الحكم اللي صدر من محكمة القضاء الاداري اللي بيقول دهاني على التال غير زي صفة لا اثر له ليه؟ لان المحكمة قالت عدم قبول لرفعها من غير زي صفة ايوة ده يعني انه الجمعية العمومية بقت مطهرة لا طبعا مش مطهرة طب فيه سبب تاني كمان يخلي الجمعية منعدمة صدور حكم في 31 سبع استصدروا الاستاذ الدكتور كمال شعب لصالح الاستاذ ممدو حباس محمل الاستاذ ممدو حباس صدر الحكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بان ليحة 2019 بطلة موقوف التنفيذ بيها يعني لا يجوز العمل بيها بطلة هل ينفع ان انت ترعو الناس بناء على جمعية موقوف العمل بيها صدر في حقه حكم بطلان تمام يبقى ايزا ان الدعوة كانت تتم على اساس ايه؟ الليحة القديمة اللي هي موجودة بقية بتاعت 2017 يبقى انت دعوتك بطلة الجمعية دي صحيحة لو كان عندك حصر بيقول ان عدد الاعضاء العاملين كزا وعدد الاعضاء التابعين كزا فطبط الجميع الاعضاء التابعين ده انت عندك تسع تلاف واحد رفضوا تسع تلاف من اللي حضروا في الجمعية دي اللي اصلا منعدمة فاذا كان فيه تسع تلاف رفضوا الجمعية وكمان فيه بطلان لانك انت جبت ناس لحقوق زي بالظبط ايه؟ انتخابات مجلس النواب او الرئاسة وجبت ناس من الجيش قلتولهم تعالوا نكمل العادة انتخابات بطلة على دول بطلة هي دي كمان بطلة لانه كل الاندية معادة النادي الزماني اللي طلعت له ليحة والليحة دي موقوف العمل بيها فانت عندك سببين قاتلين لاي جمعية طيب يبقى القرارات اللي صادرت بيها من اول مجلس الادارة اللي قال احنا بندعو للجمعية العمية باطل اي قرار طالع من الجمعية من ليحة 2019 منعدمة ويترتب عليه اثار مادية يسأل عنها اللي ماشي ورغم علمه بنعدام لايحة 2019 فيبقى احنا قدام جمعية بطلة لا تتأثر بموضوع طب وماذا عن عضوية هين العتال هين العتال يتشال بالدعوة المنعدمة اللي تقال فيها على خلاف القانون امتا امتا تدعو للانتخابات عندك حلين بس او سببين يخلوك تدعو الجمعية العمية للانتخابات ان مجلس الادارة كله يستقيل تمام فانت تجيب مجلس جديد عشان يكمل ايه يكمل المدة تمام زي ما حصل بوفاة المرحوم حسين امي مستندوق فانت قدام اني حالة ده عمل حالة تالتة خالص مش موجودة في القانون ولا اي عائل يمشيها اه لانا حمشي 2019 اللي هو باطل وعاطل وكمان حمشي التعديل اللي حصل فيه طب يا سيدي ده المجلس القائم لسه له سنتين وفي ناقت منه ازاي تخليه من ناقت ازاي تلغي صفة النائب عن واحد قائم وموجود وما عندكش حكم محكمة يقول انه هو مستبعد انت حاولت في 2004 وفشلت وفشلت جاي تاني ليه على النائب الثاني لا انا عايزة كده طيب هل يسأل وحده عن هذا الخطأ قانونا لا كل من ساعده وشاركه في موضوع تمرير هذا الانعدام يسأل جنائيا ومدني اللي هو صمت اللجنة الأولمبية وصمت وزارة الشياب الرياضة والمدرية المدرية شاركت طبعا اه طبعا فهي مدانة اكيد وانت حرقت دعوة قانونية بهذا الشأن بالضبط يعني اذا انت بتتكلم السؤال وكأنك بتقول لي انا كاعلامي ارجوك لا تسألني عن موقف هاني العتال كنائب للرئيس ولكن اسألني عن الباطل الذي قال ان هاني ليس نائب رئيس لان هذا الباطل لا يصح ان يكون موجود اصلا فاذا مركز هاني العتال القانوني نائب رئيس رغم كل الاوامطة ان احنا شفناها انا كده فهمت صح؟ اكيد يا فهم اذا موقف هاني العتال كنائب رئيس سلي 100% باقي هو وعضويته واسرته كاملة يعني انت بتقول كده الاعضاء نادي الزمالك ربما يروا حكما قانونيا يوما ما ولو بعد حين بني دي مسرحية هزلية بعيدة كل البعد عن القانون مؤكد طب يعني ده كان مهم جدا وسؤال مهم جدا ناس كتير اتكلمت فيه وسألت فيه اذا قولا واحدا هاني العتال نائبا لرئيس مجلس ادارة نادي الزمالك وكنا امام مسرحية هزلية شارك فيها كل من شارك وما تنسوش ان انا قلتلكم قبل كده يا مدرية الشباب والرياضة بالجيزة هتدفعوا تمن المشاركة الباطلة واللي انتوا حصلتوا عليه من منافع من تحت اقترابيزة علشان تمرروا باطل للقضاء على حق اللجنة الولمبية مسؤولة عن الصمت ومدرية الشباب والرياضة في الجيزة مسؤولة عن المشاركة وكلا هما اخضأ في حق الدولة وحق القانون وما بني على باطل فهو باطل ده كان مهم جدا ان احنا نعرفه التقيكم ان شاء الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة